لو بتعاني من مشاكل القولون والمعدة زي الانتفاخات والغزات وعصر الهضم النهاردة جايب لك منتج واحد بس بيحل كل المشاكل دي المنتج ده ألماني وتركبته مميزة جدا وهو أقراس بيكتي فلور البيكتي فلور أقراس فوارة بتحتوي على ثلاث مكونات رئيسية رقم واحد البرو بيوتك أو البكتيريا النفعة رقم اثنين هو ألياف الإنولين وده نوع من أنواع البري بيوتك أو غزاء البكتيريا النفعة رقم ثلاثة القبل سيدر فينيجر أو خل التفاح أول إنجريديان في أقراس البيكتي فلور هو البرو بيوتك أو البكتيريا النفعة ودي أثبتت فعاليتها في علاج مشاكل الغزات والانتفاخات وعصر الهضم وكمان تحسين حركة الأمعاء والبكتيريا النفعة لما بتقل في الجسم بتبدأ تنشط البكتيريا الضرة وبتعمل لي مشاكل للجهاز الهضمي عشان كده وقتها لازم ندي بكتيريا نفعة بتركيزات مناسبة رقم اثنين هي ألياف الإنولين أو البري بيوتك ودي بتعزز النمو الطبيعي للبكتيريا النفعة في الجسم ولأنها ألياف فهي بتحسن عملية الهضم وبتقلل الإمساك رقم ثلاثة في مكونات البيكتي فلور هو خل التفاح وده بيحسن عملية الهضم وبيقلل النفخة والغزات كمان بيساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن كمان بعض الأبحاث أثبتت إن خل التفاح بيساهم في علاج جرسومة المعدة ده غير إنه بيزود معدل حرق الدهون وبيساهم في تخفيف الوزن وتقليل الكوليسترو استعمال البيكتي فلور أرس فوار على كباية مية مرة يوميا يفضل قبل الوجبة الرئيسية العلبة فيها عشرين حبة ومتوفرة بجميع السلوات